السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلبت وطلبات الصف الرابع أهلا بكم معي في امتحان لشهر مارس إن شاء الله هنحله مع بعض وفي نفس الوقت برضو هنراجع المنهج مع بعض تمام؟ بس قبل ما يبدأ أتمنى تعملون رايك للفيديو واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان يوصلكوا إشعار إن شاء الله بكل جديد ونبدأ الفيديو باسم الله أول سؤال عندنا Choose the correct answer خلي بالكم فوق هنا كدين إيه One period يعني حصة واحدة بس يعني وقت الامتحان حصة واحدة تمام؟ إحنا سواء امتحاننا بقى شهر مارس وامتحانهوش اسمنا هنراجع مع بعض المنهج تمام؟ طيب تعالوا مع بعض نحل سؤال choose وقلت قبل كده إن اللي choose بقرأ كل الاختيارات الأول ولو في جملة عندي صعبة هو طبعا كل جملة بتبقى سهلة لأنها كلها بتبقى من منهج بس لو ستفتني جملة صعبة الأول بستبعد اللي ما ينفعش تمام؟ بعد كده بيفضل عندي اتنين بفكر فيهم كويس بس إن شاء الله كل الجمل بتبقى سهلة Egypt is famous not its history مصر مشهورة بتاريخها famous أخدناها في الجرامر بييجي بعدها حرف الجر for famous for مشهور بيبقى اختار for بالشكل ده كده حط تحتها خط number two we all like to play musical a game ها احنا خدنا كلاعبة الكراسة الموسيقية كلنا بنحب لعبة الكراسة الموسيقية يبقى اختار ايه chairs اقول اكلم نفسي كده all doors ما تنفعش windows لا cars يبقى هي chairs يبقى حط هنا chairs number three نقط a small present and cover it in lots of paper كلمة present يعني هدية and cover it يعني ويغطيها بورق كتير او هنعمل في الهدية eat ولا play ولا run ولا rab rab يعني lif lif هدية صغيرة وغطيها بالورق rab تمامي بقى اختار كلمة rab number four sara looked into this library a صارة سجلت الدخول في ايه خاص بالمكتبة hotel ولا room ولا website ولا key طبعا خدنا في المنحة ان login يعني يسجل الدخول في موقع يبقى اختار website number five players اللاعبين around the chairs حول الكراسي eat drink run swim طبعا اخدنا run طبعا بيجري حول الكراسي ما نفعش eat ولا drink ولا swim number six the closest his or her eyes in hide and seek game فاكرين لعبة hide and seek اخدناها ليه لعبة الاستغمية hide and seek طيب بيقفل عينه في لعبة الاستغمية teacher ولا seeker ولا farmer ولا vet طبعا seeker number seven we created a to get information عشان نحصل على معلومات انشأنا ايه اخدنا في المنهج create a password يعني ينشئ كلمة مرور او كلمة سر تمام يبقى احنا انشأنا كلمة سر عشان نحصل على معلومات دقاية مش هتنفع river مش هتنفع park مش هتنفع يعني حتى لو انت متأكد من الاجابة الصحيح هلازم برضو مع نفسك تراجع الكلمات التانية number eight social media وسائل التواصل الاجتماعي has ايه لها مميزات وليها عيوب احنا اخدنا مميزات وعيوب يعني ايه او ايجابيات وسلبيات pros and cons اخدناها في المنهج pros and cons يبقى اختار pros تمام كده number nine a is a small lizard that can change its color هي عبارة عن سحلية صغيرة ممكن تغير من لونها تغير الونها اللي هي بقى بتتنكر يعني ها camillion camillion اللي هي الحربية number ten she wrote the letter اك كتبت الخطاب wrote the mother write يكتب and put it inside in كتبت الخطاب وحطته فين طبعا هي envelope طبعا قاية ما تنفعش share ما تنفعش دوق ما تنفعش بقى هياخد envelope اللي هو الظرف المظروف تاني سؤال عندنا read and write the correct from the words between brackets between brackets يعني بين اقواس بيجب لك الجملة وكلمة بين اقواس وبقول لك صحاحة هي بكتوبة خطأ وانت صحاحة طبعا التمرين ده بيختبر مذاكرة الطالب وفهمه للgrammar اللي هي القواعد تعالوا مع بعض كده نشوف number one you you shouldn't keep the password secret لازم تحتفظ بالباسورد بتاعتك secret ولا ما تحتفظش بيها لا طبعا نحتفظ بيها سرية يبقى shouldn't ما تنفعش هجيب should تمام number two we not play football yesterday yesterday يعني بالامس وقلنا طالما جبنا كلمة yesterday او last week last friday اي كلمة من الكلمات الدلة على الماضي البسيط يبقى لازم اجيب الفعل في التصريف التاني اللي هو الماضي البسيط يبقى تصحة هي بقى we played football yesterday تمام number three learning about Egypt التعلم عن مصر خلي بالكو يا ولاد من حاجة احنا خدنا learning يعني ايه يتعلم اما ضف لها ing وتيجي في اول جملة بالشكل ده اصبحت اسم معناها التعلم التعلم عن مصر او الدراسة عن مصر is wonderful ما تنفعش طبعا نقول wonder لعن احنا خدنا الصفة wonderful رائع او مدهش wonderful بالشكل ده هزود لوندر if you number four you shouldn't اه بالمناسبة قاعدة should و shouldn't طبعا shouldn't انتو عارفين هي نفي should should و shouldn't لازم ييجي بعدهم الفعل في المصدر وهما الاتنين should معناها يجب و shouldn't لا يجب بقولها في النصيحة you shouldn't tell everyone your phone number مش اي حد كده عمل على بطال تقوله رقم تليفونك طيب you shouldn't ايه احنا قلنا الفعل في المصدر والفعل في المصدر يعني ايه الانفينيتف اللي هو بدون اي اضافات يبقى تصيح تلز ايه هيبقى تل بالشكل ده كده طيب تعالوا معي بقى السؤال اللي بعد كده طبعا ده عشان امتحان شهر هو صغير يعني هو عشر جمل choose و سؤال correct lead and correct و سؤال bank tuition بس طبعا احنا ان شاء الله هنعمل بعد كده فيديوهات هنحل فيها نمازج امتحانات كاملة تمام كده طب تعالوا معي السؤال دوت bank tuition the following اللي هو علامات الترقيم المطلوب منك تعمل علامات الترقيم طيب فيه اولاد بروحوا عاملونها علامات الترقيم يعني مثلا التي بتاعت زي يعملوها هي بس وبعدين يمشوا كده يدوروا وبعدين نحطوا النقطة لا 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 انا عايزك تكتب الجملة كاملة تبقى طالب منظم كده وتكتب بقى احسن خطة عندك الجملة كاملة و انت بتكتب الجملة تعمل علامات الترقيم و هنحط تحت عكل علامة خط صغير زي ما هوريكه دلوقتي يعني عندنا مثلا نقرأ الجملة كويس والاول و نعرف اذا كانت جملة ولا سؤال they have amazing eyes هما عندهم عين رائعة او مدهشة they have amazing eyes دي جملة تمام يبقى اخرة هيكون نقطة طيب والتي في هنا اسماء علام اسماء دول اسماء اشخاص لا ابوصرف محتاجة حط ابوصرف في حتة لا يبقى التي والنقطة في الاخر يبقى هكتب الجملة كاملة و هوريكه ازاي بالشكل ده كده كتبت الجملة كاملة و عملت التي كابتل حطت تحتها خط صغير و النقطة حطت تحتها خط صغير و هالفكرة حتى لو ما حطتش خط صغير هو المصحح طبعا واخد باله هيشوف و هيمنها لك صح ان شاء الله تمام و طبعا من اساسيات الخط الجميل يا ولاد ان انا بين كل كلمة والتانية اسيب مسافة صغيرة كده عشان يبقى خط واضح ومنصق وبكده حبيبي نكون خلصنا الامتحان انتظروني بقى ان شاء الله في فيديوهات تانية هنحل امتحانات كاملة على المنهى الكل و اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة